هرباً من ظلم السلطة وسيطرة الميليشيات وتدهور الاقتصاد وسوء الخدمات يهاجر العراقيون بشكل غير مسبوق بحثاً عن ملاذ آمن لحياة كريمة ليجدوا الأبواب موصدة بوجوههم من بعض الدول التي لم تكتفي بإبعادهم بل أطلقت الكلاب لتنهش أجسادهم التي أضناها التعب والخوف فضلاً عن الجوع والعطش صور مؤلمة لحال المهاجرين العراقيين العالقين في الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا حيث قتل وأصيب عدد منهم إثر مطاردة القوات الليتوانية لهم واستخدام العنف المفرط ضدهم في ظل الظروف المناخية القاسية والنقص الحاد في الطعام وشراب ما دفع رئيس بيلاروسيا أليكسندر لوكاشينكو إلى القول إنما حدث يمثل قتلاً مروعاً المواطنون العراقيون تم إسعافهم بعد أن طردتهم السلطات الليتوانية قسراً اذ ظهرت عليهم آثار عظ الكلاب البوليسية وتعرضهم للضرب والمطاردة بالأسلحة النارية بحسب لجنة الحدود البيلاروسية وزارة الخارجية في حكومة بغداد حذرت المواطنين من الوقوع في براثن شبكات التهريب والاتجار بالبشر لكنها لم تبحث مع الحكومة أسباب مخاطرة الشباب العراقي بحياته في مقابل الوصول إلى حدود الاتحاد الأوروبي فأبناء العراق الغني بموارده النفطية يعيشون فقراً مطقعاً بعد أن سرقت الأحزاب الحاكمة ثرواتهم حتى أصبح العراقيون يفضلون مواجهة الموت على البقاء في بلد تحكمه الأحزاب الفاسدة والميليشيات المتنفذة التي تسير وفق مخططات ولاية الفقيه في طهران من جانبها حذرت منظمة الصليب الأحمر الدولي ليتوانيا من الإبعاد القسري للمهاجرين مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يتسق مع القانون الدولي واتفاقية جينيف الخاصة بوضع اللاجئين وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية فيما أكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تعرض المهاجرين العراقيين لانتهاكات عديدة في ظل ظروف غير إنسانية ولفت المركز إلى أن الموت والاضطهاد والاغتيال على أيدي الميليشيات وأجهزة الأمن الحكومية في العراق دفع الشباب إلى الهجرة غير الشرعية بينما انتقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية عدم نجاح الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب مما يدفعهم إلى الهجرة خارج العراق العراقيون في ثورة تشرين وغيرها تصدّوا للحكومات الفاسدة وميليشياتها التي واجهت الشباب الثائر بالكواتم والخطف ما اضطر الكثير منهم للهرب بحثاً عن حياة كريمة آمنة ترجمة نانسي قنقر